وبمناسبة يوم العالمي للمرأة وفق مجلس الوزراء على إقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية بدءا من العام 2023 إلى 2030 لتمكين المرأة في الوزرات واتخاذ الإجراءات التي تراعي ظروف المرأة في مراجعات الدوائر الحكومية شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية العمل على تمكين المرأة في الوزراء واتخاذ الإجراءات التي تراعي النساء في مسألة المراجعات للدوائر الحكومية وبهذا الصدد قرر مجلس الوزراء الآتي ومن أجل تحديد المسار العام للدولة والحكومة في إطار تمكين المرأة وتعزيز حقوقها ومراعاة إدماج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والقرارات والبرامج المعتمدة من أجهزة الدولة ومؤسساتها فقد وافق مجلس الوزراء اليوم على إقرار الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 إلى 2030